الكرام أعلن وزير الخارجية التركية هاكان فيدان انضمام بلاده إلى دعوة لبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. جاء ذلك فيه مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيرة الاندونيسية في العاصمة أنقرة. وأضف فيدان أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم. أقول للمرأة الأولى تركيا قررت التدخل إلى جانب مرافعة دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وضد الجرائم التي جرت. ونتمنى أن تتمنى هذه الفترة بالقضايا بالنتيجة العادلة. تعلمون أعمالنا في هذا الإطار كانت تمتد على مدى طويل. ونحن بعد اليوم هذا قرار السياسي بعد أن اتخذ من قبل أسيد الرئيسي الجمهورية. والآن نعلنه إلى العالم جميعا. وينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول سيد مسعود حقي جاشين. عضو مجلس الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية. سيد مسعود حقيك على الجزيرة مباشر. هناك حكمة تقول أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. لكن في نفس الوقت لماذا الآن؟ لماذا اتخذت تركيا هذه الخطوة الآن بعد أكثر من أربعة أشهر بالانضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا في العدل الدولي ضد إسرائيل. السلام عليكم. الله رحمة الله وبركاته. أولا أريد أن أشير إلى أن تركيا منذ بداية هذه الحرب من سبعة أكتوبر فكانت تبذل كل جهة وهودها الدبلوماسية وغيرها. فتركيا لم تتأخر في هذا الأمر. والأمم المتحدة والناتو وكذلك الجامعة العربية وكذلك كل الدول المسلمة قطر وسعودية ومصر فكانت في حالة اتصال مباشر معها وأمريكا وأيضا بريطانيا وكذلك كل الدول الغربية فكانت تحاد التواصل معهم وكذلك أيضا السيد الرئيس الجمهورية وكذلك وزير الخارجية سفروا لكل الدول وكذلك التقوا مع البابا حتى من أجل أن يقوموا بوقف هذه الإبادة الجماعية وكذلك من أجل وقف هذه الجرائب التي تركيا تركيب ضد إخوتنا المسلمين فتركيا قامت بما يجب منذ اللحظة الأولى وتركيا قدمت أدلة للمحكمة وأشار السيد الرئيس الجمهورية إلى أن هذه الوثائق التي قدمناها هي كانت وثائق مرئية وحقيقية فإن إسرائيل ترتكب هذه المجازر منذ 7 أكتوبر وإن تركيا أيضا كانت في حالة تواصل وكان لقاء بين السيد الرئيس الجمهورية وبين السيد السيسي وتركيا أيضا فهناك دعوة مستمرة في محكمة العدل الدولية ورفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فالخارجيليا هي اليوم شرحة وعلنة عن وجهة نظر القرار السياسي التركي وكذلك أيضا فكان هناك في مؤتمع صحفي عقادة وأشار إلى أن تركيا ستدخل في هذه القضية بشكل مباشر وتركيا لديها الحق في أن ترفع هذه القضية أيضا فكذلك الجامعة الدول العربية وكذلك منظمة تعاون الإسلامي فكل الدول التي تنضوي تحت هذه المظلة يجب أن تبذل جهدها أيضا وتقف مع تركيا أيضا في هذا الأمر فكل الدول في العالم وبشكل على رأس أمريكا فيجب أن تبذل جهدها من أجل وقف هذا الحرب نعم هذه الخطوة من قبل تركيا هل معنا أنها ببساطة شديدة فقدت الأمل تماما في رد أو على الأقل في إيقاف إسرائيل لهذه الحرب وهذه لبدل جماعية على الشعب الفلسطيني في قطارز النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول يجب أن تفقدوا الأمل وأن حكومة نتانياهو وكذلك أيضا الذين يتكبون الحرب يخسرون يوما بعد يوم ويفقدون قوتهم فاليوم هناك قضايا أخرى ترفع ضد إسرائيل ترامب من قبلها فكانوا قدموا دعم لنيتانياهو وسيقطعوا هذا الدعم وإنه لا يمكن أن ينجح الجيش الإسرائيلي إن الله عز وجل نعم لن يجعلهم ينجحون وسيخسرون في هذا الحرب هل من المتوقع أن تمارس ضغوط غربية وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا بعد هذه الخطوة والانضمام لدعوة جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية سيد مسعود أم لا نعم هناك ضغط بدأ من قبل أيضا ولكن سيد رئيس الجمهورية تركيا أشار إلى أنه مستعد لكل الضغوطات وأنه مستعد أن يقدم أي تضحية في هذا الموضوع وفي هذه القضية كما تعرفون تركيا منذ الدولة العثمانية كانت تقف مع هذه القضية ولدينا مسؤولية حقوقية ولسا دينا مسؤولية إنسانية أن نقف مع هذه القضية فإن تركيا ستستمر في ديبلوماسيتها مع هذه القضية المحقة وكذلك أيضا تركيا مع الشعب المصري الشقيق أيضا وكذلك أيضا سيكون هناك بالتأكيد سيكون هناك ضغطات هذا لا شك فيه ولكن السيد رئيس الجمهورية وكذلك وزير الخارجية تركيا وكذلك أيضا القضاء الإسرائي القضاء الأمريكيين في حال التواصل مباشر مع القضاء الأتراك فأعتقد أنه كل الذي يمكن للقيام سيتم تحقيقه من أجل وقف هذا الحرب فإن تركيا قامت بعقوبات نعم تجارية ضد إسرائيل وإن تركيا ستقف دائما مع شعب الفلسطينيين وأنا أعتقد هذا واضح بشكل عيراه الجميع ما يقال في بعض التقارير الصحفية والإعلامية من أن تركيا ما زالت تصدر بضائع ومواد غذائية وما شابه إلى إسرائيل حتى هذه اللحظة ما حقيقة الأمر سيد مسعود من أن تركيا من أجل المصدر لا أجل أن أقول هذا حقيقي هذا خبار هذه خبار كاذبة إن الدولة التركية منذ بداية الحرب فكانت تركيا كانت الدولة الثانية التي قامت بإرسال المواد الإنسانية للإخوة الفلسطينيين عبر مصر فإن تركيا تطلب أن يتم توقف إطلاق النار بشكل مباشر وكذلك أيضا تحرير الأسرم وكذلك أيضا حول حل الدولتين فإن تركيا دائما تريد الحل فهناك الكثير من وسائل الإعلام الغربية تقوم بنشر كاذيب وأخبار غير صادقة عن تركيا فأنا بشكل صريح من هنا أعلن أن تركيا دولة صادقة ولا يمكن أن تكذب وإن تركيا في حل لو قدمت أي مواد غذائية فستقدمها للشعب الفلسطيني المظلوم ولا يمكن يجب أن تصدقوا التضليلات الإعلامية التي تفيد غير ذلك فإن تركيا نقلت الكثير من الجرحى الفلسطينيين والإخوة من غزة نقلتهم إلى المستشفيات التركية وتعالجهم فلذلك أستطيع القول بأن تركيا لا يمكن أن تصدقوا هذه الكذا سيد مسعود عفوا للمقاطعة لضيق الوقت في التضليلات الإعلامية سامحني هو ليس المقصود كان أن الدولة التركية هي التي ترسل مواد غذائية أو بضائع تجارية إلى إسرائيل كانت التقليل تتحدث على أن شركات تركية خاصة هي التي ما زالت تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي من منطلق تجاري بحث فالبعض كان يقول يجب على تركيا أن تتخذ قرارات وتمنع الشركات الخاصة العاملة لديها والعملة على الأراضي من أن تتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وهو بشكل تجاري هذه هي النقطة التي تحتاج للكثير من التفسير منك سيد مسعود منطلق تجاريلي منطلق تجاريلي لتتخذ قرار مهم جدا وهو أن الشركات منطلقها ومن أن تقوم بإرسال أي مواد بمثياء المواد الغذائية لتصديرها إلى إسرائيل وبإعليها إلى إسرائيل ولكن نحن سنقوم بإرسال المساعدات والمواد الغذائية إلى شعب الفلسطيني أشكرك شكرا جزيلا السيد مسعود حقي جاشين عضو مجلس الأبن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية شكرا جزيلا لك سيد مسعود وأعود إلى ضيفي في الاستوديو مرة أخرى دكتور أسام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية لماذا الآن؟ لماذا الآن قامت تركيا باتخاذ هذا؟ هذه الخطوة هي خطوة خطوة مهمة للغاية وتزيد من الضغوط بالتأكيد على الاحتلال الإسرائيلي لماذا تأخرت؟ طيب أنا أختلف مع الأستاذ مسعود فيما يتعلق بأن لا توجد علاقات تجارية هذا غير دقيق لأن العلاقات التجارية تم الإعلان عن تجميد تصدير 34 منتج في 15 أبريل وبالتالي ما قبل 15 أبريل كان هناك علاقات تجارية وبشكل رسمي إسرائيل أحد أهم الشركاء التجاريين والميزان التجاري يقول أن التحجم التبارل للتجاري يصل إلى 13 مليار دولار سنويا بين إسرائيل وتركيا وبالتالي هذه أرقام رسمية بين إسرائيل والشركات التركية الخاصة لأن هذه مهمة هذا التفريق حتى ونحن نضعه على الطاولة مهم دكتور لا هو في الأخير أنت أمام اتفاقيات بعضها جزء منها خاص وجزء منها حكومة لأن هناك مؤسسات حكومية رسمية تتفق مع حكومة أخرى لتبادل تجاري سواء خاصة باقتصاد أو بمنتجات عسكرية أو بمنتجات تكنولوجية إسرائيل لديها مع تركيا وهذه اتفاقية لم يتخلص منها النظام التركي حتى الآن اتفاقي التعاون استراتيجي منذ 1995 قبل أن يصل العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا وهذه الاتفاقية لها تأثيرات شديدة الأهمية والخطورة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وفيما يتعلق حتى ببنية الجيش التركي وتسليحه وبالتالي فكرة وجود علاقات استراتيجية بين تركيا وإسرائيل هي حقيقة لا يجب انكرها ولا يجب التقليل منها بل ما يجب القيام به هو كيفية أن لا تشكل هذه الورقة عائق حقيقة للسياسة التركية الجادة والفاعلة تجاه القضية الفلسطينية هذا ما يجب التفكير فيه لماذا الآن أنا وجد نظري مرتبط بعدة اعتبارات الاعتبار الأول هو السياقات الداخلية في الداخل التركي أردوغان ما قبل 31 مارس ليس أردوغان ما بعد 31 مارس كان ملف الانتخابات البلدية ضاغت عليه بقوة وخاصة في انتخابات اسطنبول وانتخابات أنقرة كان يراهن على أنه في الأخير ينظر إلى انتخابات اسطنبول وانتخابات أنقرة على أنها ليست انتخابات بلدية أنه اسطنبول وأنقرة من يحكم هما يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية لما يتمتع به من شعبية كبيرة ومن حضور وتأثير على الرأي العام التركي وبالتالي من يحكم اسطنبول يمكن أن يكون منافسا لأي مرشح آخر من أي حزب سياسي آخر. وبالتالي صعود أكرم إمام أغلو ونجاحي في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى. واستمرار منصور يفاش في انتخابات أنقرة. كانت أحد العوامل التي كانت تشكل عبءا داخليا. لدرجة أن أردوغان بنفسه كان يمر بشكل شبه يومي على ولاية من الولايات الثلاثة وتمينين التركية. لمزيد من الحجد والدعم لهذه الانتخابات. بعد أن تخفف من هذه العبء من وجهة نظري. أصبح هناك تغير في الرؤية تجاه الكثير من القضايا الخارجية. هذا متغير. المتغير الآخر هو الموقف الرافض من الولايات المتحدة لأسطولة الحرية التركية. عدة مرات تم الإعلان عن تحرك هذا الأسطول. وفي أكثر من المناسبة يتم الإعلان عن استكمال كافة الاستعدادات. سواء الفنية أو اللوجستية أو السياسية أو الموافقات. وغيرها من اشتراطات. وتتدخل الضغوط. في الأغلب العام هذه الضغوط ليست ضغوط إسرائيلية. ولكنها ضغوط أمريكية بالدرجة الأولى. وبالتالي فكرة الموقف من الأسطول وتأجيله في المرة الأخيرة. أعتقد أن ذلك أيضا كان أحد الأوراق الدافع. الأمر الثالث هو الموقف من زيارة أردغان. عندما يتم الإعلان عن تأجيل الزيارة. أن تخرج تصرحات رسمية من مسؤولين في البيت الأبيض. وتؤكد أنه لم تكن هناك بالأساس زيارة مجدولة في هذا التوقيت. فمن وجهة نظري أن هذا أيضا نعم من أنواع عدم الدبلوماسية في التعاطي مع تركيا. ورئيس بحجم أردغان. الأمر الرابع المهم. أنا شايف أن تركيا لم تحقق شيئا من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف النيتو. وكانت تستخدم الوراقتان حتى تحقق أهداف سياسية كبيرة. من أهم هذه الأهداف التي كانت تسعى إليها. كان ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. والتمتع بالعضوية الكاملة في الاتحاد. وكان أيضا هذا الملف أحد الأوراق الكبرى التي كانت تنور بها الولايات المتحدة. بجانب ملف الطائرات الأمريكية التي سيتم من أقلها إلى تركيا. أما وأن تركيا لم تحقق أي من هذه الأهداف. فأعتقد أيضا أن رد الفعل كان يجب أن يكون بهذا الحجم في هذا التوقيت. الأمر الخامس المهم من بين المبررات أن في الوقت الذي سمح لمصر أن تقوم بعمليات إنزال جوي. وللأردن أن تقوم بعمليات إنزال جوي. وكثيرا فرنسا. وفرنسا والإمارات وغيرها. لم يسمح لتركيا. الأمر السادس المهم. أننا عندنا القرار الأخير. أنا أعتبر أن القرار الاقتصادي كان مقدم لقرار سياسي. وهو القرار الذي اتخذ في 15 أبريل بتعليق أو تجميد أكثر من 34 منتج من المنتجات المهمة بالنسبة للكيين الصهيوني. وخاصة ما يرتبط بها بقطاع البناء والطاقة وغيرها. كل هذه الاعتبارات أعتبر أنها يمكن أن تكون مفسرة للموقف التركي الآن المتأخر. لأن الرهان على تركيا كان أكبر عشرات المرات. ليس فقط من جانب الشعوب. من جانب النظم العربية. ولكن من جانب الشعوب العربية التي تضع ثقة كبيرة جدا في النظام التركي. بحكم البناء على مواقفه السابقة. تجاه الكثير من القضايا العربية والإسلامية. لكن يبقى مرة أخرى أعتبر أن تأتي متخرا خيرا من ألتات. بالمناسبة هل لدى تركيا أوراق أخرى غير هذه الورقة المتعلقة بالعضل الدولي؟. بطبيعة الحال تركيا تمتلك الكثير من الأوراق. من بين الأوراق المهمة ملف قطع العلاقات بشكل كامل. سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية. وأعتقد أن إسرائيل ستضرر بدرجة كبيرة جدا لو تم القطع الكامل للعلاقات التجارية والاقتصادية بينها وبين إسرائيل. وقف التبادل المعلومات والأمني. أعتقد أنه أيضا ملف من الملفات المهمة التي يمكن أن تتعرك فيها تركيا. أن تضم تركيا أيضا إلى جانب الإيراني المباشر فيما يتعلق بتشديد الضغوط فيما يتعلق ودعم حركات المقاومة دعما سياسيا ودعما ماديا ودعما إنسانيا وإغاثيا. زيادة حدود الدعم. أعتقد أيضا أنها يمكن أن تكون ورقة مهمة. التنصيق المهم بين وأتمنى أن يحدث هذا. أن يحدث تنصيقا حقيقيا جادا بين تركيا ومصر. وخاصة أننا شهدنا خلال اليومين الماضيين زيارة رئيس الأركان المصري إلى تركيا. في حال تم تنصيق حقيقي وجاد لدعم القضية الفلسطينية. أعتقد أن المعادلة يمكن أن تختلف جذريا على الأرض وليس فقط في أمام الإعلام أو الاعتبارات السياسية. ولا ربما يكون هناك زيارة قريبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنقارة. ترجمة نانسي قنقر